يا سوق قطرى يا جنة الألوان يا تحفى محلى خيالك أنت الروح والأرض والإنسان للعالم ملفت جمالك يا جرة في البحر يا قصة للكون نحكيها كان يا مكان توريا وصلك يا ماليا يا سحر ما يبنى مر للأزمان أحجارك وأشجارك وجبالك ورمالك احتارت فيها الأذهان يا قدرة كونية يا لوحة فلية أنت الأرض أنت الإنسان للعالمات لا تنسى لا تنسى لا تنسى اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة ورحلة جديدة ان شاء الله تكونوا مستمتعين معنا سواحل قزيرة سقطرة تمتد 300 ميل واحد ابرز واهم الشواطئ في سقطرة هو ساحل دليشة ساحل دليشة يتميز بالكتبان الرملية البيضاء الذي تدعى القبال السلقية عشان محرك لكمش الفيلم زي ما هم يقولون خلوكم بعانا وشوفوا رحلتها اللي بنحاول نغطي لكم كل صغيرة وكبيرة وتستمتع معانا وزي ما قلنا لكم برنامجنا يعتبر الدليل السياحي الاول لك عندما تأتيه الى سقطرة دليشة واحدة من القرى الموجودة في مديرية حديب وعاصمة سقطرة هذه القرية الساحلية لا يوجد فيها الكثير من السكان احصائية عام 2004 تقول ان عدد سكان القرية 56 نسمة ومن ذلك الوقت الى الان لا شك ان العدد قد ازداد طبعا نحن الان في ساحل دليشة ساحل دليشة من افضل السواحل في سقطرة يتمين ساحل دليشة بالقبال الثلقية والارض النظيفة والرطبة والبحر اللي زين بتو شايفين بحر نظيف يعني تشوفوا قاك في با ساحل دليشة لا يقرركم بالنفاضي بس ساحل دليشة من اكثر الاناكن قبله للسياح يقول سياح الاجانب والسياح المحليين طبعا ضروري نعرف ايش اللي في با مميز يخلي الكل يقيله عشان كده تعالوا معي خلونا نكتشف نحنا وانتو ونشوف ايش المميز بهذا الساحل تعالوا معي يعد شاطئ دليشة اقرب شاطئ الى العاصمة حديبو يستغرق الوصول اليه من نصف ساعة الى خمسة وربعين دقيقة تقريبا وعادة يأتي السياح من المطار الى الشاطئ مباشرة للسباحة والمشي على طول الكثبان الرملية البيضاء موسيقى 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 فالآن إن شاء الله رايحين إلى القبال الثلقية طبعاً هذه القبال الثلقية نحن يعني ما عرف تبنعش لهذه الناس ولا لازم كنا نجي ونتزلق هنا تزلقات من هنا تخون تزلقات رملية رهيبة جداً 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 وتكون تقربة فريدة بس للأسف نحن الموسم اللي قينا فيها إلى سواحل دليشة مش موسم محبة بالزيارة وسيها بس بوق هذا كله نحن بنوثق لكم وبنمتعكم وبنقليكم أنت بالنفوسكم تتسقنوا أنكم تقلوا هنا وتعيشوا التقربة من نفوسكم التقربة رهيبة جداً 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 طبعاً البحر ما أقول لكم بحر عن يميني وبحر عن يساري وبالوسط نحن قاسين في قزيرة وقزيرة رهيبة والهواء زي ما أنتم شايفين قو بارد نشهيم كده خفيف زي ضربات الهواء مع القليل من المطر وخلوكم معنا إن شاء الله تسمتوا معنا في هذه الحلقة أكثر وأكثر فهي تبدأ من شهر ثنين فبراير إلى نهاية شهر أربعة شهر أبريد يعني هذا المواسم الرئيسية لزيارة جزيرة سقطرة بالنسبة للهواء لا نقول أن الأشهر الباقية لا تكون فيها زيارات ولكن هناك يحتصر بعض الحين اضطراب البحر والفرص تكون قليلة جداً للهواء يعني هناك فرص لكن فرص قليلة جداً للهواء المواسم الأخرى تكون مواسم مؤكدة 100% إن الساعة إذا أيته في هذا الوقت هو وقت للهواء ويرى أكبر قدر من التنوع الحيوي الأحيائي تحت الماء بشيء كما أتحدثون مسابقاً عن الشعب المرقانية السماك والتحالب والسقراس يعني يحسوا بتوجية أيضاً كثير السقطرة لسنا لا يخص بقط السياحي وإنما كما مفتوحاً للباحثين للعلوماء والباحثين والدارسين الذين يأتوا ويدرسوا الأسماك ويدرسوا الشعب المرقانية والتحالب يدرسوا السقراس يدرسوا جميع أنواع أو جميع أنواع الأسماك ومتبالك المواردة البحرية هي مرحبة يعني طبعاً أنا اللي هي هنا قالسي تقريباً ساعة وخمسة وربيعين دقيقة أتأمل بهذا القو البديع اللي انتوا شايفينه وهذا المنظر الرهيب بالقو البديع طبعاً المغرق ومدير التصوير والمصور لو اختبهم من أولهم يقولوا لي تعال بانصور تعال بانكمل الحلقة ملا يا سالم أنا قولهم لا مكان شاعري رومانسي يخليك تحس انك تحب وانك متيم بالهواء زي ما يقولون طبعاً الشي المميز والفريد اللي أنا لاحظته على معظم الشواطئ في سقطرة الأرض سواء في بحر ولا ما فيش بحر الأرض تدخلك لداخل فرطبة رطبة بشكل مش طبيعي أنا درت يعني العجيز من السواحل في اليمن وخارج اليمن أول مرة كده أشوف السواحل كلها رطبة وفلسة يعني تخليك تغوص إلى تحت فإن شاء الله هذه التقربة بتكون ممتعة وبنحاول نوصل لكم بالصورة اللي احنا شايفينها وأنكم انتم مكاننا خلنكم معنا باتشمتعوا في الحلقة وأنا متأكد منكم باتشمتعوا معنا في الحلقة أسفل هذا المنحدر الرملي توجد أخاديد صخرية عجيبة وعلى الأغلب تشكلت بسبب ارتطام الأمواج بالصخور على مدار سنوات طويلة داخل المغارات الصغيرة ترى أحياء بحرية عدة أكثرها وأهمها السرطان دل لون الأحمر موسيقى موسيقى طبعاً زي ما انتم شايفين كمان القبل مش طبيعي كأنك قلس على قطعة قطن كبيرة أو في قبل ثلقي سبحان الخالق يعني المناظر هذي أنا ما قد شفت زيها في حياتي قبل رملي حامي مع شمس قدامك البحر ما أقول لكم قو رحيب جداً للإستقمام ولعلمكم هنا مش مثل الصور الشخصية أنك تلطقت النسك صور الشخصية لا في تقربة ثانية بس خلونا أول شيء أخذ سيلفي فعند أقول لكم إيش التقربة الثانية اللي هذا قهران من المعد والمخرج أنهم ما كلموناش عليها موسيقى طبعاً زي ما انتو شفتو هنا مش تصفير فقط هنا في تقربة استثنائية وبعد قد شنها موجودة في اليمن اللي هنا التزلد من القبال الرملية طبعاً أنا والله عاتب على المخرج وعلى المعد وعلى المنسة أنهم ما قالوا ليش وما قبت احتياطاتي لعلمش بقول هذه معلومة يعني قطبة فيتكم فيها عشان أنتو لما تقوا معاكم أدواتكم وحقاً تزلق الخاصة وتعيشوا تقربة ممتعة ويمكن ما تتكررش في حالاتكم مرة ثانية موسيقى ترجمة نانسي قنقر طبعاً أنا اليوم حزين جداً لأننا فموتنا على نفسنا تقربة من أميز التقارب اللي ممكن تقربها في سقطراء بالأخص في ساحة الدليشة بسبب كثافة الفتوان الرملية تخرج السلاحة في السقطرية إلى الشاطئ وتضع بيضها فهذه التقربة تقربة مميزة ويأتي القميع من أقل مشاهدتها لكن للأسف إحنا أقينا مش في موسم التزاوق أو موسم وضع البيض للسلاحة السقطرية طبعاً وحنا مروحين من ساحة الدليشة دلونا على وادي دبنا وقالوا لنا وادي رهيب ويذكرني بتريم الغناء زي ما أنتم شايفين وادي رهيب للعوائل وزي ما تشوفوا هنا في نهر يصب في بحر دليشة في بحر ساحة البليشة إحنا بغن نحاول نغطي لكم كده تقطيع خفيفة لطيفة وبتعقبكم وزي ما قلت لكم برنامجنا برنامج سياحي إحنا نكون لك الدليل السياحي لما نبدأ قطراء نحاول نركز لكم على أدق التفاصيل وأفضل الأماكن عشان لما نتقي تستمتع بإقاستك تستمتع برحلتك مشاهدين الكرام نحن الآن في وادي دبنة وادي دبنة المشهور في زراعة النخيل وفي رعاية الأبقار والأغنام بالأصح رعاية المواشي يتميز وادي دبنة بوجود المياه النقية التي تأتي من أسطح الجبال وتصب إلى البحار أو تلتقي في البحار نحن الآن بنحاول نلاقي أحد المواطنين ونسأله هل هذا المكان مسبوح للشياح ومسبوح لزيارة العوائل بما أنه وادي ويعتبر منتزه قميل بهذه الأقواء الرائعة الخلابة الوادي دبني هذا أدت النخيل فيه وأما الوادي ينزل من الجبال للبحر المياه النقية وأما النخيل اللي فيها من أدت أنخيل متنوع عدد أشجار النخيل متنوع متنوع يعني أيش أنواع النخل المتواقد هنا النخيل بانة بانة؟ آآ فيه بانة آآ فيه كالسكوت أيش؟ كالسكوت يعني الإسم ما يعني كالسكوت؟ أيوه حلو وفيه تحوكم أيش؟ تحوكم تحوكم؟ أي تحوكم أيوه؟ أي فيه صارفانة وأما النخيل هذا الكثرة اللي فيه داخل دبني من أدة الناس مش واحد يعني يعني هي ملكة للناس مش ملكة للدولة لا مش ملكة للدولة ملكة للناس حلو جداً وأما دبني يعني هي مناظر حلوة يعني في الوادي وقاربتناها دليشة كم بنا دليشة حلو اللي فيها منتزة حلو حلو روّناهم تقريباً دليشة وشافوا كل شيء حلو طيب أسألك متى يكون موسم قطف النخيل أو قطف التمر؟ والله قطف النخيل يكون من أحيانا على الشهور يعني أحيانا يجيه في شهر ستة حلو يقصوهم وأحيانا يجيه في شهر في شهر خمسة أربعة تقريباً يعني يحطوا لهم حق النبت تلقيح تلقيح عشان تخرجينا حلو طيب يا عبدالعزيز وادي الدبنة هل هو متاح للسياح أو للعائلات أنهم يسترخوا فيه ويأخذوا بعض الوقت وينبسطوا فيه مش متاح يعني للسواح بس الله متاح للرحلة رحلة السواح حقاً أبناء السكوطرة وأما دبني في جهة الساحلي السواح في جهة الساحل جهة دليشة جهة دبني من الساحل سواح هناك يرقدون هناك يعني لما أحيانا يجي من المطار يرقدون هناك حل طيب الوادي يعني ما يدخله الشواح ما يدخله الوادي داخل النخيل ما يدخله ما يدخله ما يدخله ما يدخله السواح طيب هل في حيوانات هنا غير الأبقار والأغناب حيوانات مفترسة ماشي غير أحيوان الأبقار والغنم وما سعيده وأحيانا مفترسة ماشي لا إياه ماشي مفترسة ماشي مفترسة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة